النهاردة كان يوم جيد جدا ويوم رائع للعروبة وللأمة العربية استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم بقصر الاتحادية القاهرة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر النقاء يا سادة شهد عقد مباحثات منفردة ما بين فخامة الرئيس وصاحب السمو تلتها مباحثات موسعة وضمت وفد أو وفود من البلدين رحب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأخيه سمو الأمير القطري ضيف كريم على مصر مهنئا سيادته بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة وبأكد أن هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم وترسيخ لمصار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات من جانبه تقدم سمو الأمير تميم بن حمد بالشكر لأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وبيتقدم بالتهنئة لفخامة الرئيس بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو ومعربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا خاصة في ظل درها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهود مصر لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة وكذلك السياسة الحكيمة اللي بتتبعها مصر بقيادة فخامة الرئيس على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية كمان أكد أمير دولة قطر حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي ما بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر استغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة مثمنا في هذا الإطار إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في دولة قطر وفي مختلف المجالات وتم التوافق على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كل المجالات خصوصا في قطاعات الطاقة والزراعة إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري ما بين البلدين خصوصا ما يتعلق بتعزيز تدفق كافة الاستثمارات القطرية إلى مصر في ضوء خدمتها للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين فيما يتعلق بقى بمستجدات القضية الفلسطينية أشاد الأمير القطري بالجهود المصرية القائمة لإعادة إعمار قطاع غزة كما توفقة الرؤى بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام وتم استعراض سبل التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي فضلا طبعا عن أفاق التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ورح بالجانبين بالقمة المرتقبة اللي هتستضفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي وبحضور مصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية زيارة أمير قطر شيخ تميم بن حمد لمصر هي زيارة مهمة جدا جدا وزيارة بتعكس أنه التوافق التام بين البلدين الشقيقين الكل داخل الحاضنة العربية الكل مرحب به تحت سماء القاهرة الساحرة